نتيجة ظهور سياسات جديدة على المستوى العالمي ولهذا يراهن على بعض الأطراف الغربية خريطة المغرب الكبير خريطة وهمية صنعة سنة 47 تبناها حزب الإستقلال ثم حزب الشورى وإستقلال ثم تبناها المخزن المملكة إذن وكما كان متوقعا فإن عودت المملكة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي وهي التي انسحبت منه سنة 1984 أي منذ 32 سنة تنديدا باعتراف هذه الهيابة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة عضو في الاتحاد خطوة ليست بارئة أو عفوية وهي المصطلحات غير الموجودة في قموس السياسة والعلاقات الدولية بحسب الضلعين في هذه الفضاءات وها هي تبشر حملتنا لتأريب الرأي العام ضد الجزائر والجنوب إفريقيا وعدة بلدان من قارة السمراء ممن تتمسك بموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتبارها مسألة تصفية استعمار في القارة التي ما زالت تعاني من تبعات عقود من الهيمنة والاحتلال والنزاعات والحروب ومن منبر القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي التي انطلقت اختشغالها هذا الثلاثاء خطى نظام المخزن أول خطوة للانقلاب على مبادئ الاتحاد الإفريقي بتبنيه لسياسة معادية لدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تملك تأثيراً في الكثير من الهيئات والمنظمات الدولية وهذا بغرض تضييق الخناق على رصوات الداعمة لحق الشعب الصحراوي للإنعي التاقي من وصايتها معلنة بذلك عن نيتها الصريحة في مواصلة معركتها لتجزيد هذا المسعى المتابعين للشأن الصحراوي رونا أن مخطط الرباط يهدف إلى إحداث انقلاب على القوانين والنظم التي تضبط عمل هذه الهيئة لتوجيه طعن في شرعية وحق الصحراويين لتقرير مصيرهم رغم أن انضمام المغرب هو بحد ذاته اعتراف وفق قوانين الاتحاد الإفريقي بالجمهورية العربية الصحراوية وهذا من خلال محاولته العابثة بمنظومتها التشريعية ممثلة في قانونها الأساسي سيما المادة الثانية التي تنص على الالتزام بالدفاع عن سيادته وسلمت الدول الأعضاء بالإضافة إلى البند الرابع الذي ينص على احترام الحدود القائمة وقت الحصول على الاستقلال بل إضافة إلى اقتراح العمل على استحداث مادة تتحدث عن طرد عضو من الاتحاد وتعويضها بالمادة الثلاثين التي تتحدث عن تعليق العضوية في حالة انقلابات عسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر